وكذلك خارج الميدان كتذكروا مستمعين الكرام لأن اللاعب يوسف القديوي في حصة برنامج يومية الأسبوع الماضي قبل المات قال أن راجع الرياضي فاريك كبير ولكن عندهم حارس المرمالي وأنزنيتي كذلك الأخطاء فادحة و اللي غير يتمنى أنهم يستغلوها أبخي جرد من أنزنيتي ولو بطريقة غير مباشرة البعض فهموه أو المغزى دي الأناس غنعرفوه من بعد قال أن الراجع خسروا مع الجيش بعشرة اللاعبين البعض فسر هذا الأمر هذا لأنه يقصد القديوي ورد على يوسف القديوي القديوي دار تصريح ونتبهنا مستمعين الكرام أنه مستمعوا بتماعون لهذا تصريح هذا اللي يرد وكيشرح شنو واقع ما بينوه بين أنازنيتي للتوضيح فقط أنا ما عندي حتيش مشكي إلا مع جمو الرجاء ولا اسم فاريق الرجاء بكل مكوناتي لا لاعبين ولا إدارة ولا جمور وقبل مقابلة ناحية اللاعبين والطاقة التقنية والجمور كان اعتزب بالفترة اللي قديتها في فاريق الرجاء لكل الشرف أنني لعبت في فرق كبيرة في المغرب لا الرجاء ولا الجيش ولا الويداد كلهم كان احترمهم ثانيا أنا لتصريح ديالي أولا ما قللت من حاريس الزنيتي لكن أنا تكلمت بناء على معطيات معطياتك تقول أن الحاريس الزنيتي في المقابلة الأخيرة أو في درف شهر يعني قام بتلاتة الأخطاء إلا مع موريطانيا ولا مع ليبيا ولا مع الويداد فأنا قلت بالحرف أنه ممكن كيمر بمرحلة فارغ كنت منى أنه يغلط معانا يعني ما قللت منه ولا تشي حاجة وبالعكس أنه بعد ديالة المقابلة قلت بأنه يعني كيبقى حاريس كبير ومن أحسن الحراز لي كني في المغرب فهذا واقع يعني كين فرق بين بالواحد أنه كيبحث على الفوز وواحد كيهتر بشي كريتيك يوصافي ثانيا فالحاريس الزنيتي ممكن وخا ما عنده الشجاعة مكنت عنده الشجاعة بشي يجبدني بالاسم هدا طبيعي بالنسبة يعني نظر لشخصية دياله ولكن أنا غنجوب أنا الدور ديالي في المقابلة كان دور تاكتيكي يعني رغم الاسم ديالي والتاريخ ديالي ولكن إحنا فرق الجيش الملاكي ما كنلعبوش غير بش نلعبوش عدنا أدوار مقيدين بها أنا الدور ديالي كان أنني نمتس حمس المقابلة ونهدأ اللعب ونكسر رتم المقابلة يمكن حاريس الزنيتي ما شايفنيش ولكن غيكون حس بيا وباش نجاوبو على الرد ديالي أن الفريق الجيش الملاكي لعب بشرة لاعبين فهو أسأل نفسه قبل ميسائلية وأسأل الزملاء ديالي لأن باش تلعب بشرة لاعبين وما تقدرش حتى إنك التعادل مش يتفوز فإذا كيبيل القوة ديال الفريق الجيش الملاكي باش نرد على تصريحات اللي قال فبالفعل إحنا لعبنا بشرة لاعبين لأننا قبل من دخل المقابلة حسيت أنا المقابلة تحسمت دخلت غير باش نحتافل بصراحة وثانيا عندي واحد سؤال لزنيتي أنا كان استغرب منتمنع نو يجاوبني كان استغرب كيفاش أنا كان لقيت الوقت الكافي باش تحسب اللاعبين ديال الجيش اللي العدد دياله بحضاش وما لقيتش الوقت باش تحبس للكورة ديال بالرحمة إلا لكان بالرحمة زيد ساعة يوسف القديوي اللي كتيري بطريقة ديال كتير على الشبكة ديالأنس زنيتي في انتظار البراد ديالأنس على هاد تصريح دياليوسف القديوي دا كلاسيكو في كلاسيكو وخند العبين عبو بزوج لمع المنتخبات الوطنية لمع الراجع والجيش الملكين قاو في موضوع الراجع الرياضي قبل اللحظة